اهلا بحضركم من جديد وفقرة تريند التريند فقرة تريند التريند نقول النهاردة معلومات وتفاصيل جديدة بالنسبة لكل مشاهدي قناة النادي الاهلي في كل مكان اول حاجة نبدأ بيها خبر متعلق بالفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي وتحديدا الجهاز الطبي اللي هيكون موجود خلال الفترة القادمة خاصة بعد اعتزار دكتور خالد محمود طبيب الفريق الاول خلال الفترة الماضية وتحديدا عقب نهائي دورة ابطال افريقيا امام نادي الزملي اخيرا ورسميا الكابتن سارد بالحفيز مدير الكرة بالنادي الاهلي اعلن منذ قليل ان الدكتور احمد ابو عبلة هو طبيب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي خلال الفترة القادمة وسيبدأ مهام عمله رسميا غدا السلساء غدا الاربعاء في تدريبات الفريق الاول لكرة القدم استعدادا لمباراة وادي دجلة جاء بالتأكيد خلفا للدكتور خالد محمود الذي اعتزر عن استكمال المهمة لظروف خاصة الفترة الماضية كانت فيه العديد من السارة الذاتية كان تقدم بها دكتور محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية للنادي الاهلي مع الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الادارة والمشرف بالتأكيد على ملف كرة القدم مع لجنة التخطيط لاختيار افضل السارة الذاتية لاختيار طبيب فريق الاول لكرة القدم في الفترة القادمة لبدء مهام عمله بعد دراسة العديد من السارة الذاتية تم الاستقرار على الدكتور احمد ابو عبلة بالتأكيد دكتور متميز وعنده خبرات كبيرة في هذا المجال تحديدا كمان هو كمان متخصص في العظام واصابات الملاعب هيكون موجود في التدريب بدءا من الغد بنتمنى له يا رب كل التوفيق وتكون الفترة القادمة ان شاء الله في فترة ايجابية بالنسبة للفترة اللي جاية والاصابات تكون قليل لو ما يكونش عليه ضغوطات الفترة اللي جاية بإذن الله نعارفين ضغط المباراة تولي المباراة هيكون فيه زحمة اجندة المباراة الفترة الجاية بنسبة كبيرة جدا وبالتأكيد سيساعده في هذا الامر ايضا كمان التأهيل لان تأهيل اللاعبين مهم جدا في عمل اي جهاز طبي او عمل اي طبيب لفرق الدرجة الاولى تحديدا بالمناسبة دكتور رحمد ابو عبلة مش غريب على قطاع قرطة الغدم في النادي الاهلي هو ايضا عمل خلال الفترات السابقة كطبيب لفريق الشباب موليد 99 وبالتالي من جوى المطبخ من داخل النادي الاهلي عارف بالزبط يعني الشغل الطبي او الشغل العملي داخل النادي الاهلي واهمية العمل داخل النادي الاهلي وتحديدا شغل الدرجة الاولى بالنسبة للمرحلة القادمة نتمنى له التوفيق وخلاص نغلق هذا الملف وخلاص الفترة اللي جاية فيه طبيب متخصص هيكون موجود فيه الجهاز الطبي وهيكون مسؤول عن الجهاز الطبي للفري الاول خلفا طبعا لدكتور خالد محمود اللي بالمناسبة بنوجه له الشكر والتقدير على الفترة السابقة بصراحة الراجل اشتغل يعني بكل قوة وبكل جهد خلال فتراته سابقة وعمل لسنواته طويلة وكان طبعا فترات طويلة جدا كان فيه ضغط مباريات واسابات ملاعب كثيرة جدا لكن الراجل بصراحة قد شغله بكل اخلاص وامانة داخل الفري الأول لكرة القدم في النادي الاهلي اشتركوا في القناة